أنا أتحدث الآن ضمن قراءات لمرحلة تكاد أن تكون مختلفة بالمتغيرات الأقليمية وبالمتغيرات الدولية لذلك كان في مرحلة من المراحل من الصعب جدا أن تناقش أسماء لرئاسة الوزراء إذا لم يكن لها ولاء هذا الولاء أولا للقوى السياسية وثاني شيء ولاء أيضا للقوى أو للأقليم وبالذات لإيران الآن بدأ التفكير يختلف هل فعلا بدأ التفكير يختلف هل هناك تحول في المنهجية أو لا بالحقيقة هذا التفاف اتفاق نعم التفاف رح أوضح لك الشؤون للتفاف احنا المرحلة التي أطاحت بالمشروع السياسي في العراق هو التوافق الإيراني لأمريكي خليكم صريحين خلي نقتحم المحذور التوافق الأمريكي الإيراني الذي تجسد في ثمان سنوات في حكومة المالكي هو الذي جعل الشخصية السياسية متمردة عن رأي العام العراقي لأنه يدرك حقيقة أن عادة إنتاجه وتدويره السياسية هي ليست بيد الرأي العام العراقي عبر الانتخابات وإنما نتاجا للتوافق الأمريكي الإيراني مرحلة التوافق الأمريكي الإيراني انتهت مع عصر ترامب لذلك هم الآن يرغبون في مجيء شخصية بشكل أو بآخر هي قريبة للولايات يتصورون أنها قريبة للولايات المتحدة وأنا أطيق ضمانه أي شخصية ترشحها الأحزاب حتى لو كان يحمل الجنسية الأمريكية ما يقبل الشارع العراقي لأن النقمة نعم وجهة لإيران لأنها دعمت الفساد ولكن أيضا بالمقابل الولايات المتحدة سكتت على الفاسدين أنت الآن خرجت من المحظور أو دخلت في المحظور عفوا يعني تيدي تقول لي أنه الآن القوى السياسية تريد أن تناغم الأمريكان في مرشح لها الآن يحظى بقبول أمريكي نعم الآن الصورة بهذا الشكل نعم اللي جابوا الأمريكان جابوا أيضا الملاك وأيضا نوجه له برسالة عبر قلاتكم الموقرة هل اللي جابوا الأمريكان نجى من ملفات الفساد ما نغمسوا إياكم من ملفات الفساد علما أنه خلفياتهم الأجلوجية هي ذات خلفية الأحزاب التي مارست الفساد وأسقطت الخيارات الإسلامية في العراق لأنه أحنا عندنا جناحين جناحي الأخوان المسلمين سواء كانوا السنة بالحزب الإسلامي والشيعة بحزب الدعوة هم اللي قادوا المرحلة والآن هاي الشخصيات اللي احنا نتحدث عنها إذا ما كان مع حزب الدعوة فجاء به حزب الدعوة طيب الشون هو تسنى موقع عبر حزب الدعوة إلا إذا قدم الولاء والبراء من بقية الكيالات السياسية والولاء لحزب الدعوة حتى يستطيع أن يمارس النشاط السياسي وهذه القضية تصرف على كل الكيالات السياسية نظرية الولاء والبراء ونظرية الولاء فوق الأداء نظرية ما يؤسف إلها إيش قد يهاجمون للنظام السابق ولكن استعاروا أبشع تجربة كان يراهن عليها النظام السابق هي أنه الولاء فوق الأداء موالي إلى شخص الرئيس حتى إذا يسحق شعب كرامة شعب أو يجازف فيه مؤسساته مو مهم المهم عنده ولاء للرئيس تلسمني عبق الحرية وقلنا يا الله أجدت الديمقراطية وأجدت الأحزاب الديمقراطية وجدنا أن الأحزاب الديمقراطية تتبنى ذات الخيار ولاءها إلى الحزب يجعل المؤسسة مصدر مالي ومصدر انتخابي دون الكفاة إلى الدور الوظيفة للمؤسسة في خدمة الشعب هو هذا الأساس ولذلك كل الأسبوع إذا تطرح من هذه الدائرة محد يأخذ منصب إذا ما يفرغوا من المحتوى وإذا ما يجعلوا داجن لتأمين مصالحهم وتبني رؤاهم حتى وإن كانت تتقاطع مع المصالح العليا للوطن والثوابت الوطنية والمناسبة هذه قد نختلف في تسويقها إلى الإعلام عبر المفردة لأننا نحمل دكتورات سياسة أما المواطن البسيط الأمي الذي لا يجي دكتوراء أو الكتابة يدرك هذا الحقائق يدرك أن ما من أحد دخل بوابة الكينات السياسية إلا واجتزئ شيئا كثيرا من كرامته أنا راح أستغير منك دكتور أحمد أي شخصية سياسية أو عسكرية أن تتنازل عن كرامته فمعنى ذلك أنها أعجز من أن تحمي كرامة وطن ولذلك هدرت كرامة وطن والشعب